كعادة محمد صلاح في الحديث عن الكرة القدم في محمد صلاح حجز مكانه طول الوقت حجز مكانه كمان بأخبار إيجابية ما هواش نجم الأخبار الجدلية ولا نجم الأخبار السلبية ولا حتى نجم البابرانزي والصحافة الصفراء طول الوقت نجم أخبار إيجابية وأخبار عن تنقلات صلاح حتى اللي على مدار الفترة اللي فاتت بتتقال كلها أخبار بتعلي من قيمة نجمنا اللي لست من دقايق جايب جون لمنتخب مصر في الدقايق الأولى واللي أعتقد أنه أخبار الهدف ده كمان هتتصدر الصحف وهتتصدر طبعا كل وكالات الأنباء العالمية لأنه حركة تصرف صغير لصلاح يفرق جدا ويراقب جدا عشان كده ورغم أن احنا مبسوطين جدا من أداء المنتخب الوطني قبل بداية المباراة بدقايق كان فيه برضو حالة من الازدحام كده على صلاح كانت غريبة شوية وما كانتش مفهومة بالنسبة لي أنا شخصيا لكن بسرعة الدنيا زبطت والأداء العظيم ده يخلينا نحس أنه إحنا فخورين طول الوقت بنجمنا ليه بقول لكم بقى محمد صلاح متصدر حتى من قبل مباراة مصر والسنغال النهاردة لأنه طبعا الحديث عن انتقال محمد صلاح من ليفربول لأي نادي تاني هو لازم يبقى بيتصدر الصحف وفعلا صورة صراحة موجودة وتصدرت غلاف صحيفة ماندو دي بارتيفو الأسبانية واتكلمت بقى عن سيناريوهات مرتقبة سيناريوهات لانتقال الفرعون المصري هم دايما يسموا محمد صلاح كده إلى الدوري الأسباني عبر بوابة نادي برشلونة الصحيفة تكلمت عن اهتمام حقيقي لتشابي هانانديز المزير الفني للفريق بمحمد صلاح ورغبته الشديدة في أنه يتعاقد معاه خلال الفترة اللي جاي الصحيفة كتبت في منشات وقالت محمد صلاح يرتفع ومعنىها أو بتشير أو بتقصد أنه طبعا موجود اللاعب محمد صلاح في الدوري الأسباني هو خطوة كبيرة في مسيرة محمد صلاح وطبعا نادي برشلونة هو واحد من أشهر الأندية في العالم الكلام بقى مش بس عن الارتفاع لأنه هيروح محطة كبيرة ومكان أكبر ونادي أكبر لكن كمان المقابل المالي الضخم اللي ممكن يطلبه أو اللي بيطلبه أرنينج هالند لعب بوروسيا والشروط التعجزية اللي هو حطها في طريقة انتقاره للبرسة وبالتالي كمان نرجع نقارن ده بشروط محمد صلاح وتعاقده مع نادي ليفربول اللي ما زال لحد آخر التصريحات بيتكلم عن تمسك حقيقي بمحمد صلاح لكن واضح أنه الاتفاقات المادية خارجة عن أيدي الفنيين يعني وعشان كده لم يحسم أبدا أنه محمد صلاح قاعد في ليفربول أو هنتقل لعروض أفضل في أندية أخرى لكن وكالعادة محمد صلاح هو الدرس المتجدد كل يوم بتاع اشتغل كتير اعمل قيمة حقيقية وبالتالي سعرك يرتفع مش العكس أبدا وهو بيدرب في مقتل كل السيناريوهات اللي بتروغ لنا عن أنه اللاشئ تجاره أو أن ممكن حد يرتفع قيمته وسهمه بأنه بيقدم ولا حاجة آه ده بيحصل بصراحة لكن محمد صلاح طول الوقت بيأكد لنا الحقيقة المريحة لأي حد مجتهد أنه اشتغل كتير وتطور وتحسن والعالم هيتبعك